السعيدة بتبتدي الأخبار السعيدة بتبتدي بعد فترة الناس كانت متركبة يا جماعة هو الأهلي ليه ما بيعلنش على مدير الفن يا جماعة فين الصفقات يا جماعة هقول لكم كمان حتة الصفقات الأمور ماشي يزايا في فترة الجاية لكن خليني بالتحديد أتكلم على جمهور النادي الأهلي ودلوقتي بصراحة بمنتهى الوضوح بمنتهى الوضوح الدور على جمهور الأهلي دي المرحلة اللي جاي دي مرحلة جمهور النادي الأهلي اللي لازم يكون واخد باله من النقاط التالية وأكيد جمهور النادي الأهلي استفاد من الدروس اللي حصلت في الفترة اللي فاتت أنا بتكلم بمنتهى صراح الدروس اللي اتعرض لها النادي الأهلي وجمهوره الفترة اللي فاتت أكيد استفاد منها المنظومة كلها استفادت منها اللي هي بتتمثل في إيه بتتمثل في إن مثلا بايلر لما جاء النادي الأهلي كان دايما مثلا إيه آه الراجل بيلعب كويس بس ما تلاقيش إشادة كبيرة بإمكانياته والشهادة كبيرة بالشغل الكبير اللي بيعمله. لكن تلاقي إيه؟ انتقاد أول ما فيلر يقع مطش بعد عشرين مطش مثلا. ما بيخسرش فيه. خسر من زمانك تلاتة واحد الدنيا قامت ما عادتش. الدنيا قامت ما عادتش. فالناس بدأت تتأثر شوية. والناس قالت لك بقى أصل المرحلة التانية بتاعت فيلر وبعد كورونا ومش بعد كورونا. طبعا الرجل ما كانش مركز طبعا. بس في نفس الوقت مش يبقى أنا ماشي يمين. وكلامي كله أجابي فقول عكسه تماما لمجرد مطش. ده حصل مع فيلر ولا ما حصلش؟ حصل. بلاش فيلر تعالي على موسماني. موسماني الراجل اللي سواء تختلف أو تتفق عليه كمدير فني. عادي جدا ممكن الناس تتفق أو تختلف على أي حد ما فيش أي مشكلة وفيش حد فوق النجد. تمام بس النجد عن نجد يفرق. بس الموسماني إلا حصل معه. ده واحد جاب بطولات قد كده. جاب ألقاب قد كده. تمام. فاز نتائج كبيرة يكسب مثلا زي ما يخمسة يقولك دخل فيه ثلاثة. يكسب الهلال لاربعة صفر. الهلال لاربعة صفر يدخل فيه يقولك ايه؟ اصل الهلال كما طول منه إثنين. الهلال الصعودي. يكسب مش عارف الاسماعيلي 4صفر. قصري سماعيلي مش في حالته. يكسب بيريمد ستاة في سفر. قصر الراجل مدرب بتاعه ومش عارف عامل ايه. يكثر من بايرن أتنين في كسر عامل. يقولك ما هاجمش بايرن ليه. متخيل يقول لك ما هاجمش بايرن ميونيخ ليه فكان الناس ايه الناس الناس يكسب خمسة ايه يقول لك ليه ما كسبش سبعة وليه خش فيه تلاتة وكلام من ده فالناس كانت دايما ايه بتحاول ايه تهز استقرار الاهل الفاني بصراحة كان فيه توجه بكده او كان فيه يعني ايه نغمة ماشية في الطريق ده احنا نهز استقرار الاهل الفاني وللأسف الشديد البعض من جماهير النادي الاهلي تأثر بالكلام ده سواء بقى انخداعه من كلام الاعلام المضاد من كلام البعض من الاعلاميين اللي من المفترض ان هما موجودين في قنوات محايدة فالمفترض ان هما يتكلموا بمنته الحياة دية البعض يعني ما بعملش يعني فيه ناس محترمة جدا ونشطرة جدا ومهنية جدا ده امر مؤكد لكن للأسف انخدع بعض من جماهير النادي الاهلي باللي حصل وبالنغم اللي كانت ماشي فابتدت انتقاد كتير على المسلماني فمش المسلماني الراجل نفسه زهق عانى من الضغوط فهنا بقى الدرجة على الجمهور النادي الاهلي فيه سيفي محترم جه كولر اه سيفي محترم فيه جهاز فني جيد فيه جهاز فني جيد فيه صفاقات جاية اه طبعا فيه صفاقات جاية جايدة جدا ده مؤكد بس الجمهور الاهلي دوره دلوقتي انه يقف ورا الفرقة دوره دلوقتي انه يساند الراجل ده دوره دلوقتي انه يدعم المدير الفني الجديد دور جمهور الاهلي الفعال دايما هو اللي حيخلينا نرجع بإذن الله تعالى بعد سنة فيها عدم توفيق كبير قوي إنك ترجع تاخد كل البطولات بإذن الله رغم قوة وصعوبة المنافسة على كل الأصعيدة سواء إفريقيا محليا في أي حاجة المنافسة صعبة جدا ومتشوف دلوقتي الكوة الشرائية في مصر وعندها كتير جدا بتشتري وعندها كتير جدا بتحفز على لعبيتها ومشروبية ترضى تبيع فبتلاقيها هتلاقيها منافسة رهيبة الموسم الجديد واخد بالك فهنا جمهور النادي الأهلي عليه عامل مهمة قوي إنك تفضل وراء فرقة تفضل تساند إن أنت تشوف الرجل ده تدعمه تمام دايما عدم الالتفات لأي شيء ممكن يهز الثقة يهز الثقة ما بين الجمهور وما بين النادي أو ما بين الجمهور وما بين جهاز الفاني بتعرف إليه أول لكرة القادمة فخلينا بقى ماشينا واحدة واحدة يا جماعة خلينا نتعلم من دروس اللي كانت قابل كده لأن الأهلي محتاج فعلاً مساندة جمهوره خلال الفترة اللي جاي طبعاً لأنه هو العنصر رقم واحد في أي إنجاز بيتحقق وهو العنصر رقم واحد في انتشال الفريق من الوضع اللي كان عليه في الموسم اللي فات وبالمناسبة قبل مطلع فاصل الأهلي معاه جهاز الثاني محترم عنده لعيبة سوبر ركز معاه في الكلام الأهلي عنده لعيبة سوبر آه ممكن إحنا نفسنا اتفاجئنا شوي بالأداء الفترة اللي فاتت وبتاع بس كان فيه إجهات كبيرة وضغط مباريات وتوالي مباريات وتوالي مواسم وترقومات كتير جداً قدت للمستوى اللي ظهر عليه لعيبة النادي الأهلي في المرحلة الأخيرة بس هما لعيبة سوبر طبعاً جابوا بطلعات كتيرة مؤكد حيفيدوا الأهلي في الفترة الجاية لا شك في كده بالإضافة للصفاقات الجديدة فحتشوفوا بإذن الله توليفة أكثر من رائعة التوليفة دي منتظرة مساندة جمهور النادي الأهلي بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر